سؤال يطرح نفسه وفي الحقيقة أنا الذي أطرحه وإنما يطرح نفسه بحكم تسلسل أفكاري سؤال أوجهه لكم أنتم المتخصصون في العلوم الدينية إلى مراجع النجف أجيب عليه من الذي قسم القرآن إلى ثلاثين جزءا وقسم الأجزاء إلى أحزاب وقسم الأحزاب إلى أنصاف وقسم الأنصاف إلى أربع من هذا الذي فعل بالمصحف هكذا أنا لا أتحدث عن القرآن الذي هو في صدور محمد وآل محمد عن الآيات البينات في صدورهم فذلك لا يصل إليه أحد إلا هم أتحدث عن صورة القرآن اللفظية التي جمعها الناس في المصحف من الذي قسم القرآن إلى ثلاثين جزءا يضحكون عليكم هؤلاء الأغبياء يقولون لكم من أن المصحف الذي بين أيدينا هو هكذا جاء عن رسول الله سألوهم من الذي قسم المصحف إلى ثلاثين جزءا سألوهم سيقولون لكم هكذا رتب بأمر من رسول الله كذابون جهلا لا يفقهون شيئا سألوا علماء السنة ماذا يقولون لا يملكون جوابا أنا لا أحدثكم في روضة أطفال ولا أحدثكم في زاوية مظلمة أنا أحدثكم تحت الكاميرات وببث مباشر عبر الأقمار الصناعية أنا موجود الآن على شاشة التلفزيون وموجود على الشبكة العنكبوتية وهذه الحلقات سيعاد بثها وستبقى موجودة على الشبكة العنكبوتية سألوا علماء السنة من الذي جزأ القرآن إلى ثلاثين جزءا صدقون لا يعرفون جوابا لا يملكون جوابا عودوا إلى كتبهم وإلى رسائل الدكترة وإلى ما كتبوا ماذا يقولون البعض منهم ينسب الأمر إلى خلفاء بني أمية وذهب بعض منهم إلى أن زياد بن أبيه هو الذي قام بهذا أتعلمون؟ وذهب بعض منهم إلى أن الحجاجة ابن يوسف الثقفي هو الذي قام بهذا هذا في كتبهم أنا لا أقول إنهم يعتقدون به الآن ربما البعض منهم يعتقد بذلك وذهب بعض منهم إلى أنه المأمون أو غيره من خلفاء العباسيين أرجعوا عملية تجزئة القرآن إلى هذه الأجزاء إلى هؤلاء وأفضل رأي عندهم من أنه قام بعض العلماء وهم لا يعرفون أسماءهم ولا يعرفون تأريخ ذلك ولا يعرفون مكان ذلك ولا زمانه ولا تفاصيله وإنما يحتملون احتمالا هذا أفضل ما عندهم من أن بعض العلماء من علمائهم من علماء السنة أو بعض الحفاظ قسموا القرآن بهذه الطريقة كي يسهل حفظه ولذا فهم حينما يبدأون الحفظ يبدأون بالربع الأول من النصف الأول من الحزب الأول من الجزء الأول وهكذا يبدأون بحفظ الأرباع وينتقلون إلى حفظ الأنصاف وبعد ذلك إلى حفظ الأحزاب ثم إلى حفظ الأجزاء وهكذا فيقولون هذا التقسيم ربما فعله فمن الذي قسم القرآن إلى هذه الأجزاء سألوا مراجع النجف هل يعلمون كم كانت أجزاء المصحف الذي عند إمامنا الصادق يعلمون أو لا يعلمون لا يعلمون موجود في رواياتنا لكنهم جهال سألوهم سألوا المعممين الذين بقربكم وسألوهم عن مصدر الرواية أين جهال لا يفقهون شيئا جمع القرآن بيد محمد وآل محمد لا بيد خلفاء بني أمية وبني العباس ولا بيد علماء السنة والحفاظ بالنتيجة هذا مصحف هو الموجود بين أيدينا ولذا قالوا لنا اقرأوه كما يقرأه الناس لا أريد أن أدخل إلى تفاصيل ترتيب الآيات لكنني سأقرأ عليكم من تفسير القمي هذا هو تفسير القمي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة سبعمية واحد وثلاثين إن علينا جمعه وقرآنه الجمع هو ترتيب ترتيب الآيات والسور وهذا الترتيب الموجود ما هو بترتيب محمد وآل محمد علماء السنة أنفسهم لا يعرفون من جزأ القرآن ومن قسمه عودوا إليهم وسلوهم أنا لا أقول هذا الكلام جزافا من خلال تتبع ما كتبوا وما ألفوا حينما أحدثكم عن علماء السنة أتحدث عن كبار العلماء لا تذهبوا وتأتوني بقارئ مجود للقرآن يتحدث عن تاريخ القرآن كما يريد أنا أتحدث عن كبار علمائهم ومراجعهم عودوا إلى كتبهم ماذا يقولون أعود إلى تفسير القمي إن علينا جمعه وقرآنه قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه وقرآنه يعني قراءته فالقراءة تأخذ من آل محمد والقراءة قطعا تتفرع على جمع الآيات والسوار هذا الحديث عن المصحف ولذا سيأتينا من يعلمنا ولذا أمرنا أن نقرأ كما يقرأ الناس لتقليل نسبة التحريف في هذا الكتاب إن علينا جمعه وقرآنه قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه وقراءته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه اتبع قراءتنا للتقية أمرنا أن نقرأ بما يقرأه الناس ولذا إذا أردنا أن نفسر القرآن علينا أن نقرأه بقراءتهم فإذا قرأناه فهل أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الكساء اللواط وعن غيره من القراء السبعة ما هو أحد القراء السبعة هذا الكسائي الذي كان خميرا ولواطا بحسب كتبه بحسب كتب المخالفين بحسب الكتب التي أرخت لقراء القرآن الكسائي الذي هو أحد القراء السبعة كان لواطا وكان شديد الإدمان في شرب الخمرة وممارسة اللواط فهل أن الله سبحانه وتعالى يتحدث بلسان الكسائي وأمثاله هذا هو حديث الله بلسانه بلسان محمد وآل محمد إن علينا جمعه وقرآنه قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه قال قال المعصوم صلوات الله عليه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال اتبعوا إذن ما قرأوه ثم إن علينا بيانه أي تفسيره فالجمع عليهم ونأخذ الجمع منهم والقراءة عليهم ونأخذ القراءة منهم والتفسير عليهم ثم إن علينا بيانه هذا هو حديث القرآن ما هو حديثي أنا ما جئتكم بحديث من عندي هذا قرآنهم وهو واضح لا يحتاج إلى تفسير ومع ذلك جئتكم بتفسيرهم لقرآنهم بحسب بيعة الغدير هكذا بايعناه في الغدير أن نأخذ التفسير منه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه اتبع قراءتنا ثم إن علينا بيانه رواية في الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة ستمية وعشرة إنه الحديث الثالث والباب باب في كم يقرأ القرآن ويختم بسنده عن حسين بن خالد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له في كم أقرأ القرآن فقال قرأه أخماسا قسمه إلى خمسة أخسام هذا يعني أن المصحف لم يكن مقسما بهذا التقسيم وإلا لقال له اقرأ كذا من الأجزاء فقال قرأه أخماسا اقرأه أسباعا قسمه بحسب وقتك وبحسب إقبالك على القراءة إما إلى خمسة أقسام أو إلى سبعة أقسام فقال قرأه أخماسا قرأه أسباعا أما إن عندي مصحفا مجزا أربعة عشر جزء هذا مصحف صادق ولا أتحدث عن مصحف خاص لأن الإمامة ذكر المصحف بالتنكير والتنوين يعني هذا مصحف من المصاحف أما إن عندي مصحفا مجزا أربعة عشر جزء فإنني لا أقول هنا من أن هذا التقسيم هو التقسيم النهائي لكنه مصحف عند الإمام وهو يقرر وجود هذا المصحف ويقرر عدد أجزائه عن حسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال قلت له في كم أقرأ القرآن فقال أقرأه أخماسا أقرأه أسباعا أما إن عندي مصحفا مجزا مجزا يعني مجزا مجزا وهذه لغة الحجاز وتحديدا لغة قريش فلا يقولون مجزا بلهجتهم القريشية الأصيلة يقولون مجزا أما إن عندي مصحفا مجزا أربعة عشر جزء الرواية واضحة جئتكم بها مثالا على ما جاء في الآيات من سورة القيامة إن علينا جمعه طريقة الجمع تأخذ منهم وقرآنه وطريقة القراءة أيضا فإذا قرأناه متى عند ظهور صاحب الأمر لأن الأئمة في زمان الغيبة قالوا لنا اقرأوه كما يقرأه الناس فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كأني بأبناء العجم الأمير يقول يضربون فساطيطهم هنا على أبواب مسجدكم هذا يشير إلى مسجد الكوفة يعلمون أولادكم القرآن كما نزل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه والآن المؤسسات الشيعية التي يقال عنها مؤسسات قرآنية يتسابقون في حفظ المقامات الموسيقية وفي حفظ القراءات الناصبية وفي تقليد قراء النواصب ويعدون هذا من القربات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى ويقيمون المجالس في جوار علي والحسين يسيئون إليهم بنقض بيعة الغدير باتباع هذه الأساليب وبتفسير القرآن وفقا لسقيفة بني ساعدة أو لسقيفة بني مرجعية بني نجف والجميع ناقضون لبيعة الغدير ولكن كل جهة بحسبها بحسبها إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه في سورة الجمعة الأمر واضح وواضح جدا في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة في مرحلة التنزيل الذي يعلمهم محمد صلى الله عليه وآله في مرحلة التأويل الذي يعلمهم علي صلوات الله وسلامه عليه وإلا فإذا كان الأمر منحصرا بما علمه النبي في مرحلة التنزيل فأين تفسيره أين تفسيره تقولون من أنه لم يفسر القرآن وكل الآيات تحدثنا عن أن النبي كان يفسر القرآن بكل التفاصيل بحسب مرحلة التنزيل مرت علينا الآية الرابعة والأربعون وكذلك الرابعة والستون بعد البسملة من سورة النحل والآيات من سورة القيامة وهذه الآية الواضحة من سورة الجمعة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هل هذا أمر خاص بمرحلة التنزيل فقط إذا كان الأمر خاص إذا كان الأمر خاص بمرحلة التنزيل فقط فأين تفسير محمد وأين بيانه لا أتحدث عن النواصب لا شأن لي بهم أتحدث عن أئمتنا لماذا لم ينقلوا لنا تفسير محمد وبيانه في مرحلة التنزيل ولماذا اشترط علينا محمد صلى الله عليه وآله أن نأخذ التفسير من علي فقط في بيعة الغدير ما هذه حقائق القرآن وهذه حقائق العقائد وهذه حقائق الزيارات وهذه حقائق الأدعية أين أنتم عن هذه الثقافة أين ثقافتكم القرآنية كي تزنوا بيعتكم الغديرية المحمدية لأن الميزانة هنا ثقافتنا القرآنية ترجمة نانسي قنقر